أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشوق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيئ إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعث ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن أي سخرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن أي سخرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاةُ إِنَّ اللَّهَ بَعَ الصَّابِرِينَ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ وَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْسَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أُولَئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا تَوَّابٌ وَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْتَرُونَ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسماب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهددون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرب عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهي النبي لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أسفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيدة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقام وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البساء والضراء وحين البساء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتتقون كتب عليكم إذا حضر عهدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا عوالى سفر فعيدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسموا ومن كان مريضا عوالى سفر فعيدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر